يعني عندي ضغط مرتفع سلامتك واخر بالسعادتك حبابة حبابة حبوب مهدئة ورأسي تحت الحنفية ويا مثبت العقل والدين يا رب لأسبابت بتسعين جنيه لقلت لك خمسة جنيه وديت بتاع اللقابة ده لمحطة المجاري عشان خمسة جنيه اه وجولي رأساء الشركات تم مدام الكفراء ومش عايز زوّلها بالحرام ما تزيد لي نحن بالحلاة فجولي الرأساء الشركات لسما أنتو كانوا تابعين وهم أحياء رزخون وهم أصحابي وزميلي أخواتي فقلتلقوا قابلتون فرصة القوضة علشان ما نقعدش قلتلقوا من التسعين جنيه ما بتوفر لهش خمسة وعشرين في المئة صافية ربح يقعد على الترابيزة لأنها هحاوله على التحقيق واللي بتعمله خمسة وعشرين في المئة صافية ربح يتفضل ده روح مالوش عندي كلام فضحكوا وروحوا كله فالتسعين جنيه كانت مجزية لما يتبعد الوقت للخواجات لا سمنت أيوه ويبقى ووصلوا لسبعمائة وعشرين جنيه هل المواطن المصري داخله تضاعف تمام مرات لما السلع الأساسية في حياته ترتفع تمام مرات يقولك هنزودنا الداخل مرة ونص طب يا روح ماما والتكلفة الحياة كلفة زادة كمار أنه على السلات اللي أرحمه بس في نفس النقطة دي يا فندم لما كنا منتكلم على أسعار السلع ودخل الناس كان مش عارف قريتهم ولا لأ أو تابعتهم على الأقل وتابعت اللي تقال عليهم يعني كان فيه ثلاث مقالات اتناشر وفي الأهرام للمهنس أحمد عز وكان بيقول إنه الدخل ارتفع فعلا والدليل العربيات والنبي ما تنقطليش بأحمد عز والأهرام رضي الله عنهم وأرضاهم دول مباشرين بالجنة بس تقلب الصفحة ويعني يعني تلاقيهم دلوقتي كثير التردد على التولدات طيب لما كنت حضرتك بتتابع في الجرائد والبرامج كل الأضايا والتفاصيل اللي خرجت فيه دوسيهات للنائب العام عن وزير الإسكان السابق محمد أبراهيم سليمان كنت بتقول لي أي درجة لأي درجة ده يعني أنا بسأل والله حقيقي ومخلص لأي درجة من ده ممكن إنه يحصل فعلا ولأي درجة لا والله يتقول لا أصله الجرائد ولا التلفزيون مبالغ لا 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 هو يعني كان يعني وإيه اللي ده حكك قوي كده وإيه اللي ده حكك قوي كده لا أصل أصل محمد إبراهيم سليمان كان متواضع شوي متواضع شوي استوردنا ما عجبناش المتواضع أو كان لازم متواضع نمشي من كاسة الشكاوي يعني إيه فن يعني هو كان بمباشرين بالجنة آه برضو أيه كان بمباشرين بالجنة وآخر بالساعدتك يعني كان بيشرف على تعليق الصور وفتاعه وراشمة السجادة وكرسي تحط إزاي وكلام بين ده يعني فإنما كان متواضع يعني يعني بيعمل الكلام ده فين بزرد ما خلاص حريك بتكلم وإحنا يعني بصراحة حسب الله الكفراوي قاعده قدامي وأنا مش حفاوت الفرصة دي فصلى على النبي علي السلامة والسلامة آه يعني اضطر النظام يمشيه اضطر كرهب إنه يمشيه